قصة النهاردة عن الميراس وخبايا النفوس اللي بتزهر بعد وفاة الميت خصوصاً لما يكون أبو البنات حاجات كتير جداً بنشوفها شفنا أهالي الميت اللي بيدوروا على حقهم في الورث بحجة إن ده شرع ربنا وأول ما ياخدوا ناصبهم لا بيسألوا على بناتهم ولا بيشوفوهم حتى محتاجين إيه ولا حتى يزوروهم معين ده شرع ربنا برضو وده اللي خلى والد أميرة يفكر إنه يكتب صروته ويوزعها على حياة عينه زي ما بيقولوا على أميرة وإخواتها البنات وكمان مراته بس لما أهله عرفوا قطعوه وقالوله الناس تقول علينا إيه طي ما عنين فيك وإنت بتحمي بناتك مننا ما كانش العشم صغرتنا وحطت يعني راسنا في الطين وبقينا منظرنا كده قدام البلد متشكلين لحد كده ومن النهارده أنت وعيالك ومراتك في حالك وإحنا في حالنا ولسانك ما يجيش أبدا على لساننا ولإن والد أميرة طيب خاف على زع الأم وأخواته فكر يرجع كل حاجة زي ما كانت بس ما متها قالت له لو عملت كده يبقى كل واحد فينا من سكة عشان كده منورنا ومشرفنا النهارده دكتور خالد عبد الفتاح رئيس قسم علم الاجتماع بكلية الأداب جامعة حلوان أهلا بك أهلا بحضرتك ونورني النهارده يا دكتور الأول مرة في قصة حقيقة ربنا يخليك شرف لأي إيه راجبها في القصة اللي سمعتها ديادا الحقيقة القصة ما هيش جديدة قصة متكررة وبتعكس جزء أو جانب من جوهر عداية وتقاليد وأعراف المجتمع الماصري طيبة المجتمع الماصري قضية متعلقة بالميراس وخاصة ميراس المرأة جزء أصيل هنا مش بالمعنى الإيجابي يعني بس إنه مبارس نعم مورثات غلط أصيلة بقى متركزة جوا فيش فائد بالضبط في عقلية المجتمع المصري خاصة في القطاع الريفي اللي منزوره للأرض محمل بنوع من التقدير الشديد والصروة ومنسج عليها كتير جدا من الأحكام والأمثال يعني إيه البنات متورسش في الأرض ليه؟ أصل الموضوع إن البنات بتنسب لعائلات أخرى أو بتنتقل إلى عائلات أخرى بحكم الزواج وإن السماح بتمكنها من ميراسها في الأرض معناه تقليص في حجم ملكية الأسرة ونقل جزء من الأرض لحيازة عائلات أخرى بس أولك على حاجة؟ وما في الآخر مش بيبيعوا الأرض فائق أحسن تطلع بفلوس وتغور يتغور منهم أيّا كانت ممتقيل؟ يعني لما بشوفها كده يعيني ساعات بطبطب عليهم لا الأرض تفضل قاعدة موجودة ويورسوها من دهل لدهل لده وفي أراضي ما بتبقاش زراعية فبنخليها وخلاصة إما بالبني يعنيها بيت ملهاش ورق أو ملهاش ورق مكتوبة ابني كبير ياخد الأرض فمش بإسمه حضرتك ممكن فانية تطلع بفلوس مش ده برضه ممكن يكون جانب إيجابي؟ حتى لو كان ملالين بجد حتى لو كان أولفات زي ما طلعت مامة أميرة؟ جانب إيجابي أو سلبي كاستفادة شخصية لها هي ترجع حسب الظروف كل شخص إنما في حالات ممكن تبقى هي متمسكة بأعمل منها حاجة تانية يا دكتور أحيانا بيعملوها إنه بيبقى كل حاجة بالنسبة لهم اللي هو مباحة أن هو يعملها يعني في عائلات ممكن تقولك سمعتها قبل كده في الريف إنه ممكن يقولوا ببنت تاخد زي الولد عشان حرام مثلا لو هي ما تجوزتش أو لو هي ظروفها سهيئة أرملة أو مطلقة موجودة عند البنات وعند الولاد في ظروف عائلات بعينها عائلات بعينها من حكم الترابط ومن حكم التنشئة والتربية وخلافه إن لو الأسرة أو العيلة مرت بكارسة معينة وفاية مبكرة للأب أو العائل فبيظهر نوع من التضامن خاصة مع الحالات اللي ممكن نوصفها بالمعنى الاجتماعي إن هي حالات ضعيفة ضعيفة يعني يعني فيه ابن لسه في مراحل التعليم فلسه عايز انفاق على تعليمه وعايز انفاق على تلفزيون أنا عارف عائلة عملت كده في أخ صغير دفعوه تمن جمعيته والحاجات دي وحتى لما جواه يدلوا بميراس يعني ميراس مثلا كان زمان رقم لما قعدوا يوزعه له عشر تلاف وعشر تلاف كم مليون وشوي قعدوا يوزعه له عشر تلاف وعشر تلاف ميراسه كله راح حتى هو بيتجاوز ما معرفش يتجاوز لا أنا بقول بالمعنى العكسي إن الأسر بتتضامن تتنازل عن جزء من ميراسها من مستحقة ما شفتهاش كتير إذا شفتها ما أنا بشوفها ما أنا بقول لحضريك ندرة بس موت موجودة أنا أقول لك أنا مشاور صفختي حتى لو هي توفت مشاور صفخوية طب الراجل ده كان غلطان لما عمل كده؟ أنه يكتب لبناتهم؟ ليه غلطان ليه؟ عيب يا دكتور أنت زي تقول كده؟ يا فاندم لا من حق الناس تقول علينا إيه هي مرته طمعانة فيه؟ أنت زي بتطلبي من جوزك حاجة زي دينتي طمعانة؟ ما هو هنا بس ناخد في الاعتبار مش رد فعل الأفراد العيلة المقربين أفراد العيلة المقربين تم من سياقهم في هذا السلوك تقديرا أو اعتبارا ليه أحكام أو نظرة المجتمع المحلي اليوم؟ يعني أنت مقتنع يا دكتور ثقافة المجتمع المحلي اليوم؟ أنت مقتنع أنهم عملوا كده عشان ثقافة اللي حواليهم؟ أي يا فاندم؟ يعني هم ما أفوروش أو يعني بما معناه أنهم كانوا بزيادة في رد فعلهم؟ الناس تقول علينا إيه؟ دي مهمة جدا في الريف أي مشكلة الناس تقول علينا أن إحنا صح وموافقين أن أخونا هيعمل كده عشان هو عنده بنات؟ يا فاندم أنا معاكي أنا معاكي لو ردوا أنا معاكي لو ردوا بس جزء كبير من سلوكياتنا في المجتمعات الصغيرة اللي العلاقات فيها الناس عارفة بعضها علاقات مباشرة بيتم الأغذف لعبعين لاعتبار نظرة المجتمع المحل لتصرفاتنا وسلوكنا يعني ما حاجات بسيطة صغيرة يعني هعمل عزة دايق الناس تقول إيه؟ هنا ولا هنا هعمل مناسبة هنا ولا إيه؟ دايما بتبقى محكمين في سلوكنا بنظرة الناس لنا الناس هتشوفنا إزاي؟ كما لو كانت هذه التصرفات جزء من الشكل اللي أنا بظهر بيه أمام هذا المجتمع المحل طب إفرد كان أخواته قالوا لا إحنا نطلعهم من الأرض ونقدرها زي ما إحنا عايزين يعني بعد ما هو عمل كل ده وبيحاول يضمن حوقهم برضو أخواته يجوا في يوم الأيام أو لما يتوفى يقول لك إحنا نطلعهم من الأرض وإحنا اللي بنقدرها مش هم اللي بيتمنوها من قدرها؟ هم اللي بيتمنوها؟ هم اللي بيتمنوها؟ مين بقى؟ بيتمنوها عند مين؟ لا بيبقى فيه زي خبراء مصمنين للأرض الزراعية اللي هم بيقولوا عايزين يشتروها آآ فبيموتوها زي ما بيقوله في سوق لا في سوق لأرض الزراعية في أسعار يعني بقى في سوق مش هم بيتحاولوا موتوها لا 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 في أسعار للأرض الزراعية يعني أنا أعرف إنه في مثلا قريب كان في أرض مثلا 750 يقول لك لأ عشان أطلع منها أو إنت تطلع منها أديك 250 وهو كده مفوضة أنا قريبك فأنت تعديلي بس دي حاجات من يعني بتشوفها دي؟ لا موجودة موجودة أو يبخس حق البنات بالذات في الأرض موجودة إنما على النقيد كمان بنشوف نوع من النزاعات اللي بتوصل لحد السقر في الخلاف على الأرض الزراعية أو الميراس يعني بيوصل التطاحن كده وبنقرأ وبنشوف يعني حالات قصص كثيرة جدا بنشوف يعني أبناء بيبصموا الأب بعد وفاته حتى ساعت ما أم أميرة تعمل معها كده برضو فرصة وقالوها بنات ما بنورسش بنات في الأرض وبتاع بابا يعني لو بابا أميرة أو جوز الست دي اللي هو بنحكي القصة عنه النهاردة قال لا لا أنا مش هتدخل أنا مش هتدخل عشان اللي أنت عايز أنا أدهولك عشان ما يحصلش دم مع أهلها أي آآ يعني ده كان ممكن يحصل آآ طبعا طبعا ممكن المسألة تتطور فعلا يعني هم جد بيطلعوا البنات من الأرض طبب بنات لازمتها إيه بقى؟ فايدتها إيه في العيلة وفي المجتمع؟ بقى إنك بقى على المجتمع فايدتها أن هي نص المجتمع هل هم مقتنعين بده اللي احنا بنتكلم النهاردة وبنعملهم قصة حقيقية؟ أنا بس أقول برضو أنه في نفس البيئة المغلقة دي بنشوف نساء ممكنة من حقها من الأرض بنشوف نساء بتنمي بتنمي حيازتها من الأرض الزراعية وإحنا بقى قصد أن نحنا بنتكلم على الأرض الزراعية لأنها في نطاق مجتمعات بعينها هي جزء أصيل من السروة مش مش هكمل فلوس النقدية المكانة للشخص وهبته في مجتمعه وقريته وخلافه بتقاس بحجم ملكياته من الأرض الزراعية طبعا أنت عندك قد إيه؟ بس أنا هاسأله بقى حرك حرك مش شايف شايف أن نواية أخواته بجد كويسة؟ يعني ما شفتش من بين السطور أنهم أصلا حتى برضو مش بيورسوا في الأراضي هندخل في النواية ليه طيب؟ لا أنا بأخذ بالتصرفاتك ممكن تبقى كده أنا تصرفاتك ببتعجبنيش فبقولوا ممكن تبقى كده وممكن تبقى كده هو طالما طالما بما إنك عالم اجتماع ودكتور وديرس إيه تلما أقريد بين السطور؟ حاسك منهم نية حسنا؟ بنبص الحكتين بأمانة الحاجة ببص الحكتين الحاجة الأولانية تصرفه مخالف للقانون؟ لا ده تصرف قانوني تصرفه مخالف للشرع؟ لا ده تصرف بس الناس هتقول علينا إيه يا قوي؟ ما أنا بقول له حدريك تصرفه من الناحية القانونية والشرعية وتصرف سليم ومش هو الوحيد اللي بيعمل كده طب تفتكر لو كان محدش عارف الموضوع ده كان هيبقى هم ليهم التصرف ده بعد ما هو يموتوا إليك هيتكلموا علينا ومش هنودهم لا كان ممكن ياخدوا منه موقف من البنات موقف من قصدي كده بقى ياخدوا موقف في مسافة لسانك وتخاطب لساننا وننكلم حد فيكم بالزبط طب ده شرع ربنا ده؟ ده حق ربنا؟ الزملة بقى ومتخصصية تعالى بقى نسمع رأييك دي معنا الشيخ ريدا النصر كبير أئمة وزارة الأوقافية يا شيخ ريدا أخبار حضرتك ايه؟ أعمل الحمد لله بعمل كويس؟ الحمد لله أنا ببسط قوي والله العظيم يا شيخ ريدا وحضرتك معي الله يبارك فيكم الله يخليك ويسعيدك ويرضيك أنا بقى عايز أسأل حضرتك ايه حكم الشرع الشخص اللي بيكتب صروته باسم بناته وهو عايش عشان محدش يدخل معهم في الورث يعني بعد ما يموت أعمل المراث حضرتك من المواضيع الهامة اللي بيشتكي منها الكثير جدا يا مولانا وللأسف ونحن على أعتاب اليوم الآخر بمشاهد قضية الحرماء أه أو التحاير على قتل المواريج صح فكم من المرأة حرمت المراثة ويتيم وضعيف لم يجد لهم ناصرا بعد الوفاء إلا المولى سبحانه وتعالى صح مناعم ومما يزيد من الألم والحذو الشديد إن الظلم يقع للأسف الشديد من أقرب الناس إلى أهل الميت صح يا مولانا أنا عايز أقول لكل واحد يسمعني الآن المراثة ووصية الحق العبادة والذي يتأمل فرائد الإسلام يرى العجب فالحق فرض على أهل الإسلام ولم يبين لنا عدد الركعات كالصلاة صح وكذلك إخراج الزكاة والصيام والحاج إلا الموريد ربنا سبحانه وتعالى بيّنها وأعطى لكل وارث الحق هو أكل مال اليتيم يا مولانا أكل مال اليتيم يا مولانا حرام طبعا لا يعني ده بيبى حكمه في الآخرين عايزك تسماهم كده حبيبت النبي صلى الله عليه وسلم رأى آلين يتأسرية به قوم يقذفون بالحجارة من ناع لا إله إلا الله يضعوها في أفواهم وتخرج من جمورهم فسأل النبي صلى الله عليه وسلم سيدنا جبريل عليه السلام من هؤلاء قال هؤلاء الذين يأكلون أموال اليتامة ظلما والحق سبحانه وتعالى يقول في كتابه إن الذين يأكلون أموال اليتامة ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيسبون سعيرا طب أنا عايز الحرك بيام مولانا هل الراجل ده كان غلطان لما كتب صروته كلها على حياة عينه لبناته ومراته الأب إذا كان بالغة عاقلة مختارة غير محذور عليه وليس مريضا مرض موت أدحايا ده في الأب يجوز الأب تتابة أمواله على حياة ببناته ولا يوجد عليه اسم سرعي كلها يا مولانا كلها ولا جزء منها كلها بشارت كل صروته بشارت 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 ألا تكون نيته حرمان باقي الورثة من المرأة الله يعني لو هو نيته إن هو يأمن معيشة بناته لحد ما يتجوزه يا حبايب ما الذي يحمله على فعل هذا تحدثني السؤال ده لو فعل ما فعله ليبمن لبناته لحياة مستقرة حياة تريمة بعد الوفاة يساعدهم في المعيشة تكاليف التعاليم والزواء يخشى عليهن عدم عط الأقارب عليهن في هذه الحالة بيع أو هبة جائزة حتى ولو كان البيع سوري كلها حتى ولو كان البيع سوري كلها نورتني يا مولانا بشارك بشارك أفنيته إن هو مش عايز يحرم حد أو شايل ضغينا أو إن هو يكون بيمنع رزق حد الله يستر عليك بس كده هاي بالبالد يا مولان نورتني وعلى راسه ويسترها على حضرتك كل حاجة في برنامج حدرتك اللي بتعالج الأمور بأسلوب بسيط الله يخليك يا شيخ رضى على راسك الله يخليك تسلام لي وعلى راسك ونت حدرتك تده تغذي بحد سنة النبي صلى الله عليه وآله عليه وآله للصلاة والسلام حبيبنا السيدنا جادر يقول كان النبي صلى الله عليه وسلم يحدثنا بلغة النفامة الله يارب نوصل لكل الغلابة وكل الناس اللي محتاجانا وكل الناس اللي احنا ممكن نفيدها ولو بكلمة نورتني يا شيخ نصر الدين كبير أئمة بوزارة الأوقاف نورتني وعلى راسي يا شيخ نصر نكمل بقى دكتور خيدي نفضل يا فندي نتكلم بقى هو بلغة البلد زي ويقول أيوة يعني تصرف قانوني وتصرف شرعي صحيح طب حتى لو كانت مابتو هتزعل منه مفروض هو يعمل ايد الوقت اللي هيزعل من تصرف أنا لا أغضبت فيه ربنا ولا أغضبت فيه القانون خلاص يزعل أنا بأخدش حاجة من هنا طب لو هي مراتك تقلت له كتب لي كل حاجة باسمي وأنا وزعهم على بناتك ده عادي ولا تكتبهم باسم بناته أحسن لا عشان هيكون وصية عليهم ربما الكتابة لإسم الزوجة يصير حفيزة الأهل بالفعل آه لكن لما يبقى البنات إنما لما يكتب للأبناء لما يكتب لأبناء ده دمهم برد لحمهم وبنا طب هو رأيك إنه يرجع كل حاجة زي ما كانت عشان ضغطوا عليه لا يا فاند لا قطع لا لا حتى لو هيخسر مامته وإخويته وهو شخصية حساسة جدا ومكتئبة يا فاندم لو هم عندهم استعداد يخسروا ابنهم عشان تصرف هو بيأمن فيه مستقبل بناته اللي هو ما حدش ضامنه عمره ها وطبيعي جدا حتى لو يعيش لوحل أو يعني اشتغلوا أو ضمنوا مستقبلهم بشكل أو بآخر هو ممكن يعهدد مستقبلهم لو ما عملش هذا التصرف ليه؟ لأن فعلا النفس أمره بسوق طبعا والنفس ضعيفة وهو أصلا لو عمل كده ورجع كل حاجة زي ما كانت ورجع لهم يتكلم معهم تاني هل هيصفوا؟ لا، ولا الطرفين بالمناسبة صح؟ طب مراته فعلا ممكن تسيبه زي ما قالت نتحسس التهديد ده حقيقي وبناته لو حصلوا مشكلة في المستقبل هيكرهوا؟ بالزبط مش هيترحموا عليه ومش هعملوا له صدق جالي يعني النفوس مش هترجع صافية زي ما كانت طب أنا باعيز عرف نحل زي المشكلة اللي حصلة دي بقى كلها يعني لو كل راجل احنا قلنا له النهاردة حقك إنك تكتب لبناتك هل دي ممكن يكون حل؟ تضمن لهم مستقبلهم يعني إيه تضمن لهم مستقبل؟ يعني وارد جدا المسألة متفاوتة من حد لو وارد جدا حد يقدر يأمن مستقبل بنته أو بنتينه ويفيد ما يسيبه لإخواته أو لولدته ولي ينسيبه لهم؟ مع احترامي ليهم حتى لو أنا بقول احنا ما نعرفش بكرة في إيه واتفه وأمن لها مستقبلها بس مش هعمل حساب إن إيه هكتش المستقبل ما نعرفش إمكانيات كل شخص أصلا لا حتى لو ما هو مع ملايين ما ممكن تتصرف على علاج يا دكتور اللي ممكن لحد يتعالج هنا ممكن لحد يتعالج برا ما أنا بقول لحضرتك ممكن واحد بيأمن مستقبل بناته بعشرين فدان أرض اللي بواحدة وعشر الفد هو عامل زي البخيل وأنا بديلك مثال يا مثلا البخيل وأنا فقال لك بقال لك يوقع حتة الحلاوة وبيضة كل يوم وتمام هنعمل ايه؟ فهي كل الفكرة في العلاقة بالميراس اللي هو المجهود أو الصروة اللي تم جمعها من مجهود وتعب الأب في حياته بس دي حتى لو مش تعب هو خده من أبوه ونماهم هو خده زي زي إخواته أيوه ما توخذين بس هو الفرق إنه واحد مخل في كله ولاد بالزبط فعايز يديلهم تاني بالزبط فما نديش ربنات أنا رأيي إنه هو ما يرجعش في قراره طب في مجتمعنا ده أنا مش اسألك مين الفلوس غيرته أنا هقول لك لو أنت تقولي النسبة يا دكتور الفلوس فعلا بتغير النفوس والفلوس ما غيرتش مين؟ يعني قولي كده مين اللي أنت شفته فلوس ما غيرتوش لما يلاقي فلوس؟ الفلوس ما بتغيرش شرايح بعينها لا لا فيها الفلوس ما بتغيرش شرايح بعينها وبقول شرايح يعني شرايح شريحة اجتماعية مجتمعية أيوه شريحة اجتماعية يعني رقم واحد ناس أو شريحة اتعرضت في تنشئتها الاجتماعية لتقدير مال المادة تعرفهم أنه مش هو ده أو مش هي دي الإنجاز أو كل ما يمكن أن ينجزه البشر في حياته بما معناه خلينا نترجم الشبعان على طبلية أبو بالزبط وإيه تاني؟ اللي يقدر قيمة علم أو قيمة إسهام ودور ورسالة في الحياة للآخرين نحو الآخرين مش هي اللي بتعمل لك قيمة بالزبط مش هي الفلوس أنا اللي بعمل الفلوس بتعمل يعني مثلا أنا لما نضرب أمثلة ببعض الفئات المهنية اللي العائد المادي منها ضعيف ومع ذلك نلاقي الناس متشبسة بممارسة نقول لك أنا مش عايز لو حاجة لو هتيجي على حد بالزبط ده بيبقى إيه بقى عنده إيه؟ هو عنده قناعة بأداء دور أو رسالة دي ما بيجيش من فراغ أو نوبل اللي بقى أوليل أويل دي بتيجي منه وشريحة تانية هي ممكن تبقى ثرية بالفعل بس جعينة أو مش بقدر الصراء الفاحش يعني بس هي يعني سرية بالفعل والصراء المتجزر أو المتأسس أو بهذا الشكل بيغرس في نفوص البشر نظرة حقيقية للمادة غير ودي برضو بنلاقيها مصاغة في أحكام شعبية أمثلة شعبية يعني غير اللي بيكون صروة فجأة أو بدون مجهود لا يا دكتور أسمح لي أنا عارفة عارك وش عايزة تقولها ودينا هاختم بيها غير الشبع بعد جوة المحدثين النعمة أيوا محدثين هم النبو نورتيني يا دكتور واتسلام لي برسي جدنا يا دكتور خيلي أهلا مليك يا فنان نورتيني شربوا حضرتك برسي أديكوا سمعتوا كلام الدكتور كلام الشارع استنونا بعد الفاصل محتاجة أتكلم معك يا أميرة وأكلم مع بناك كثير استنونا